اليوم احتفل اكسبو 2020 دبي باليوم الوطني لاسبانيا بحضور رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز ومعالي شيخ انهيان بن مباركال انهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لاكسبو 2020 دبي والذي القى كلمة ثمن فيها المشاركة الاسبانية في المعرض الدولية مشيرا الى خبرة اسبانيا الكبيرة في استضافة اكسبو لعدة دورات من جهتها عبر رئيس الحكومة الاسبانية عن تقديره لنجاح الامارات في استضافة هذا الحدث منويا باهمية ما يتضمنه جناح دولته في اكسبو دبي على صعود مختلفة الامارات العربية المتحدة واسبانيا تدشركان علاقات صداقة عميقة وروابط دبلوماسية منذ ما يقارب الخمسين عاما فضلا عن اتفاقية تجارية بين البلدين تقدر بملياري دولار سنويا كما انه توجد اكثر من خمسمائة شركة اسبانية تعمل في الامارات اننا مسرورون لارتباطاتنا مع اسبانيا وتعاوننا في مجالات عدة كتجارة والطاقة والعلوم اتشرف ان احتفل باليوم الوطني عبر هذا الحدث الاستثنائي اكسبو 2020 في هذه المدينة الرائعة دبي جناحنا يعطي مثالا عظيما عن الذكاء والابداع ودعوة الجميع للتعاون معا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والعلم والفن انه نافذ لتحقيق اهداف الاستدامة والتطور كما انه يعكس بفخر عمق العلاقات والتواصل بين لغتين العالميتين العربية والاسبانية اشتركوا في القناة